وأكد قائد شرطة صلاح الدين لواء قنديل خليل محمد تطبيق قرارات خلية الأزمة لمواجهة كورونا في جميع الأقضية والنواحي مشيرا إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع انتشار الوباء على مستوى كل الأقضية والنواحي يطبق تأليمات خلية الأزمة ومجتمع متجاوب بهذا الموضوع وكذلك نشر ثقافة الوعي الصحي من أجل الوقوف واتخذ التدابير الوقائية التي تدرأ هذا المرض الوبائي الخطير حيث يتم حجز عدد كبير من العجلات يعني مئات بدأنا من خلاله اليومية والغاية مو الانتقام بل الغاية هي الحفاظ على المواطن تم تحديد ومنع مراسيم العزاء ومراسيم الفرح بدأت هنا كذلك قاعات الاحتفالات والمراسيم أيضا هذه تم منعها وتحديد أوقات معينة للتسوق والتبضع والحمد لله حافظنا على نوع من التوازن وتحديد عدد الإصابات وكذلك تطبيق الحظر يوم الخميس والجمعة والسبت حسب جهات خلية الأزمة المواطن أصبح مزم بتوقيتات معينة ودرجة استجابة المواطن نحن نعتبرها إيجابية يعني يعني الآن في الأسواق أغلب العجلات وأغلب السيارات وأغلب المواطنين مرتدين تدابير التجهيزات الخاصة بالتدابير الوقائية وإحنا أيضا إجراءاتنا حاسمة لأنه إحنا مكلفين كما أشار السيد القائد الأمن للقوات المسلحة أنه الأمن الوقائي لمرض كورونا هو لا يختلف عن أمن المجتمع المتعلق بمكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة فإجراءاتنا على هذا الأساس تتم